فؤاد شاب صالح بعد تخرجه من الجامعة استعد للسفر إلى عمه الذي يعمل خبيرا زراعيا بدولة إفريقية وبعد أن صلى الفجر في مسجد قريته أخذ حقيبته ليذهب إلى المطار فحاول أحد أبناء القرية من الفاسدين سرقة حقيبته فدافع عن نفسه وسقط السارق مغشيا عليه فظن فؤاد أن السارق قد مات وربما اتهم بالقتل خاصة وأن بعض المصلين قد شاهدوهما وهما يتصارعان لذلك أسرع حتى وصل للمطار ثم إلى عمه وظل خائفا لدرجة أنه لم يتصل بأهله لمدة شهر خوفا من سماعه أخبارا سيئة وفي أحد الأيام ذهب فؤاد مع عمه إلى إحدى الغابات وجلس على جذع شجرة ليستريح فشت انتباهه صرخات عصفورة صغيرة كانت ترفرف على عشها في جزع شديد وبدأ أنها تواجه موقفا عصيبا فصعد فؤاد أعلى الشجرة المجاورة وشاهد حية كبيرة تزحف نحو العش حيث يرقد أفراخ العصفورة والأم وبينما كانت الأم تصرخ كان العصفور الأب يطير ويجول باحثا عن شيء ما وبعد لحظات عاد وهو يحمل في منقاره غصنا صغيرة ممتلئا بالورق واقترب من العش حيث كانت العصفورة تحتضن صغارها ووضع الغصن فوقهم ثم وقف قريبا يراقب الموقف وينتظر وصول الحية سخر فؤاد من تصرف العصفور وقال لنفسه أيحسب هذا العصفور أن الحية الماكرة سوف تخدع بهذه الحيلة وبعد لحظات اقتربت الحية من العش ورفعت رأسها استعدادا لاقتحامه وفجأة توقفت واستدارت وأسرعت مبتعدة عن العش وعاد العصفور الأب إلى العش وأزاح الغصن وأسقطه أرضا وغنى سعيدا فرحا بالنجاة لم يفهم فؤاد ما حدث ولكنه التقط الغصن وأعطاه لعمه وقص له ما حدث فقال له عمه أوراق هذا الغصن تحتوي على مادة سامة قاتلة للحياة حتى أنها تخاف رؤيتها وتهرم من منامستها لقد وضع الله قوانين تساند الضعيف وتتصدى للقوي وتمنح العصفور الصغير علما وحكمة وشجاعة في هذه اللحظة سجد فؤاد لله شكرا وقال سبحانك ربي ما أعظمك وأعلمك يا من علم العصفور أن هذه الأوراق فيها سم قاتل تخافه الحياة أعلم أنك لن تضيعني وقت الشدائد أعلم أنك تدبر أحوال الكون بعدلك ورحمتك وأنك الحق الحكيم العليم كيف نسيت ذلك؟ ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك ثم تجرأ بقوة من الله وأمسك هاتفه واتصل بأهله بعد شهر كامل دون اتصال وعلم منهم أن من حاول سرقته تم القبض عليه وإيداعه بالسجن فحمد الله السميع العليم القادر المقتدر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب جلست سيدة ثرية على الشاطئ فأتت إليها طفلة في صن البلوغ لتبيع لها بعض الخردوات فقالت لها السيدة معنى ما اشترت منها كل ما معها ما الذي دفعك لتبيعي وأنت ما زلت صغيرة أما لك أسرة تنفق عليك ما حكايتك ابتسمت المسكينة وقالت لها اسمي آية ولي أم وأخ صغير كان والدي بحارا وله صديق حميم لا يفارقه وذات يوم مرضت زوجة صديق أبي مرضا شديدا فنصحه أحد الأطباء أن يذهب بها إلى الجبل لأن الجوه أنسب لصحتها فذهب بها وتركها مع أسرتها التي تقيم هناك وعاد إلى بيته وبعد يومين مرض صديق والدي مرضا أحس معه باقتراب أجله فأخبر والدي بذلك وطلب منه إذا توفي أن يذهب إلى الجبل ويعطي زوجته مبلغا كبيرا وهو كل ما يملكه من الدنيا وبعد أن توفي صديق والدي لم يذهب أبي لزوجة صديقه بالمال حتى كانت الليلة الحزينة التي استيقظت فيها على نقاش حاد بين والدي وسمعت ما أذهلني فقد عزم أبي على أخذ المال ونهر أمي لأنها كانت تذكره بصديقه الوفي وبالأمانة وتنصحه بإصالها لكن والدي غاضب وثار فأشفقت على أمي ونصحت والدي وتلوت عليه آيات من القرآن وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك ولكنه هددني بالقتل إن أفشيت سره فاستسلمت وأمي لحكم الله ولجأنا إليه ندعوه الهداية لوالدي الذي تاجر بمال صاحبه وأصبح غنية وفي يوم عرض عليه بعض التجار أن يبيع كل ما يملك ويجمع المال ويسافر معهم إلى الخارج ويستورد قطع غيار للسيارات وسيربح من ورائها ضعفين لتكون صفقة العمر ففعل أبي وعندما ذهب بالمال إلى أحد التجار يوم السفر قام التاجر بالاعتداء عليه وأخذ كل ما معه ولم يستطع أبي إثبات السرقة على التاجر فمارض والدي ومات قهرى وتركني وأمي وأخي الصغير بلا أموال فاضطررت للعمل والتجوار على الشواطئ لأبيع الخرداوات كي أنفق على أم المريضة وأخي الصغير بكت السيدة طويلاً ثم ذهبت مع آية إلى بيتهم وهناك تعهدت بعلاج الأم والإنفاق على آية وأخيها ليكمل تعليمهما وطلبت من آية أن توصلها لبيت زوجة صديق والدها لتطمئن عليها وتساعدها قدر استطاعتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل آسيوي في الخمسين من عمره يعمل بجمع القمامة في إحدى دول الخليج وفي أحد الأيام وبعد الانتهاء من عمله وقف بملابس العمل أمام محل صائغ يتأمل متسما طاقما من الذهب فمر بجانبه مراهق وقام بتصويره ونشر الصورة على حسابه وعلق ساخر من فقر وعمل الرجل قائلا هذا آخره ينظر إلى القمامة غضب المتابعون غضبا شديدا وردوا غيبة العامل ودافعوا عنه وكتبوا الفقر ليس عيبا وناشد صاحب محل الذهب الأصدقاء أن يدلوه على العامل وعندما التقى به أهداه الطاقم الذي تعلقت عيناه به راجيا منه أن يقبله ثم توالد بعد ذلك هدايا الكرام على العامل ما بين هدايا نقدية وعينية وعطور حتى أن إحدى القنوات استضافته لتتعرف عليه أكثر فقال لمقدمة البرنامج أنا رجل من الفلبين منذ شهر واحد أعلنت إسلامي بعدما قرأت وسمعت الكثير عن هذا الدين العظيم ومنذ ذلك اليوم وأنا أثق في قدرة الله على كل شيء وعندما وقفت أمام محل الصائغ ونظرت إلى طاقم الذهب تعلق قلبي بالله وتذكرت ابنتي التي سيحل يوم زفافها بعد ثلاثة أشهر وابتسمت وقلت هامسا يا الله إن أعجزني شراؤه فهو لا يعجزك وإن كان كثيرا علي فهو ليس بكثير عليك وإن كان طلبي مستحيلة فقد طلب سليمان عليه السلام منك المستحيلة بقلب مطمئن بالإجابة عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وحققت لسليمان ما تمنى لذلك لا أستكثر عليك شيئا فأنا علي الدعاء وأثق في إجابتك وعندما سألته مقدمة البرنامج عن تفسيره لما نشره المراهق وردود الأفعال قال مبتسما في هذه القصة رسالة لكل إنسان تقول قد يأتي من يحاول أن يؤذيك وأنت لا تدري ليكون أداه سترا وكرما من الله فيعطيك ما تتمناه وأكثر ولو كان مستحيلا فقط أحسن ظنك بالله وتوكل عليه حق التوكل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر